أختي شارتنا على المدارس وفيش أكل وشرب ما خلناش أوعينا ويوجد ملكة علينا مش عارفين كمنا ناكل ولا فيه ايش ولا نفسي بالجاج ولا فيش ايش وأختي ماتت وفيش يضوى ليه ولا فيه علاج ويوجد ملكة اليوجد علينا وفيش أكل وشرب نفسي أكل الجاج ونفسي أكل وكل ايش أنا كنت عايش في بلد في بيت منزل بطاقة مكون من طاب غير مسكن وغرف وعيش حلو ومحترم وكنت مستورة الحمد لله لكن نحن بعد الحرب أنا حيث معناها صعبة جدا الله يعلم كيف حالنا وضعنا تحت السفر لا فيه أكل ولا فيه شرب وأنا عندي ذوي وحذيرات خاصة لا فيه أنا قادر أطعم ولا أسقي وأبدوا بمبز أبدوا حفظات ونطالب العالم والعالم الحر الناس شوفنا شوف معناتنا احنا طالع ايش عايشين ايش بنوكل أكل أكل الدواب يا جماعة أكن أكل الدواب والحمير الله عزته فيش فينا حيل تحصرنا عند اليو أن دي بي قعدنا أكثر من عشر كيام بدون أكل ولا شرب أجونا اليهود فجأة على الساعة 12 في الليل وما كانش يعني عندنا سهولة للمية ولا أكل يعني وكننا جوزي طلع يجبننا من عند عقباني يعني مستشفى الحلو يجبننا مية استشهد ابن خاله غاد على الباب ورام وغدايف عليهم وجوزي تحصر غاد وطلعنا يعني بصعوبة وما كانش عندي بنبز ولا إشي كنت أحفظ البنت شرايط ويعني بدأ أفطمها مش قادر أفطمها فيش حليب فيش مكمل غدائي إلها يعني ويعني تحصر غاد جوزي وإحنا طلعنا على العاتقنا يعني كلنا حملنا ريات بيضة وطلعنا يعني لحاننا على العاتقنا وخطنا اليهود أنه منذ سبونا جوزي تحصر وتاني يوم أجا وجوزي تصاوب يعني غادة وتاني يوم أجا طلعوا يعني المعاناة يعني صعبة كتير ولا أكل زي الخلق ولا شرب يعني صعب صعب الحياة مش كن ما كناش متوقعين الحياة اللي ما تصير فينا زي هيك وأنا كان عندي بيت مكوّن من أربع طبقات ويسكن فيه أربع عائلات انقصف البيت قصفته اليهود الحمد لله اللي من الله وأنا جيت على المدرسة هنا عايش في المدرسة والمدرسة كئيبة مفيش فيها خدمات كلها معاناة ومعاناة وأكل مش موجود والحالة أن الصعب هنا كتير ومفيش إمكانية إن الواحد يقدر يقاوم في هالحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر